في جلسات خاصة ما بين اتحاد الكرة المصري والأندية المصرية تقريبا يعني أغلب الأندية مش الـ 18 نادي بتوع الدوري الممتاز لكن أغلب الأندية يعني كبار الأندية مبدئيا كده كانوا موجودين يعني الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري والاتحاد وغيرهم من الأندية كانوا موجودين فاتكلموا في حياة كتيرة قوي اقترحوا بعض الأمور ورد عليهم الاتحاد وقال لهم بعد ما خلصنا عشان تعرفوا أن أنا معكم كلكم وعلى مسافة واحدة من الجميع ده قالوا بالليل بعد ما اجتمع معهم صباحا لكن خرجوا بعد التوصيات البعض منها كان مفاجئا والبعض منها كان ربما منطقيا والبعض منها كان بيجاوب على تساؤلات والبعض منها كان بيتكلم في قصص منتوا من سنوات كنتوا قلتوا أن انتوا لغيتوها علشان مصلحة الكرة المصرية بترجعوها لدي الوقتي رغم أن الوضع ما تغيرش كتير تعالوا مع بعض نمسك الأول نقطة نقطة ونتكلم عن واحدة منهم بالتفصيل في حالاتنا النهاردة كيف خرج اجتماع اتحاد الكرة مع أندية الدوري المصري الممتاز النهاردة بداية تحديد عدد اللاعبين الأجانب بخمسة لعبين دون تصنيف أو تحديد مراكزهم نقف عند واحدة واحدة يعني إيه؟ يعني الأندية والاتحاد قعدوا مع بعض فقالوا إيه رأيكم نخلي اللعيبة ما يتقلناش حاجة اسمها سوري ولا فلسطيني السوري والفلسطيني زي وزي شمال إفريقي زي وزي الإفريقي زي وزي البرازيلي أو اللاتيني أو الأوروبي لو حبيت لكنه في الآخر اسمه لاعب أجنبي ده من الموسم الجديد تمام؟ تمام استقروا على كده وفقوا الموافقة جاءت بالأغلبية لأن أي حاجة طلعت قدامك على شاشة دلوقتي بالأغلبية مش شرط إنه الكل وافق عليها حاجة تانية إنه مش هنحدد مراكزهم ده اللي قالوا مين؟ اللي قالوا الاتحاد إيه رأيكم طبعا ما نحددش المراكز طبعا ما نحددش المراكز دي ما احنا كده كده ما بنحددش المراكز لا من 2000-2001 كان عندنا خبر وقرار بإنه مفيش عندنا حراس أجانب وكل الحراس بقى الأجانب التاريخيين اللي هم مثلا كاميني بتاع الحرس الحدود يمكن ده من آخرهم يعني ورمزي صالح كان كده كده رمزي صالح بيعمل معاملة المصريين اللي فلسطيني لكن كل القرارات دي بقى إنه ما ينفعش واحد أجنبي يدخل اتلغى النهاردة فعادي لو واحد أجنبي نادي شايف إنه حارس مرما كويس وهو مش مصري نجيبه احنا مش معترضين أهم حاجة إنه انت ليك خمسة أجانب طيب تسبيت فترة القيد الشتوية في شهر يناير والله بقى بدأنا المسم في شهر 10 بدأنا في 11 بدأنا في 8 عادي وعايز تعمل فترة انتقالات في شهر يناير إزاي ما احنا قولنا يعني استنادي فعمل حسابك إنه لو بدأنا في يناير هنعمل فترة انتقالات في يناير وإحنا لسه مخلصين برضو في يناير موسم الانتقالات الصيفية والمشاركة في مسابقات الناشئين الرئيسية في القسم نفس الذي يشارك فيه الفريق الأول لنادي يعني لو الزمالك والأهلي بيلعبوا في الدوري الممتاز والإسماعيلي يبقى فرقهم بالضرورة وبالتبعية بيلعبوا في قسم الناشئين برضو في الدوري الممتاز أو في المسابقة الرئيسية للناشئين ايه تاني تكلموا فيه النهاردة؟ تأجيل تشكيل ربطة المحترفين للموسم المقبل ليه القصة دي؟ لأنه قالك إنه إحنا بقالنا كذا مرة بنقول لكم ابعتولنا مرشحينكم وما فيش حد بيبعت لنا حتى الأهلي اللي بعض التقارير قالت إنه هيبعت اسم المهندس عدل القيعي أو الكابتن عماد متعب ما بعتش حاجة رسمي وما فيش حد تقريبا إلا الإسماعيلي بعت لنا اسمه وما كانش متوفر فيه شروط بتاعت إنه يترشح فما إنكم كلكم مش جاهزين وكلكم أصلا بعتوا حقوق مبارياتكم سواء على مستوى الرعاية أو البس بتاعت الموسم الحالي فما بقاش فيها لازمة قوي إنه إحنا نعمل ربطة أندية دلوقتي فخلوها مع بعض للسنة اللي جاية تمام؟ الكل قال تمام فخلاص بقت الموسم اللي جاي قد يكون دي خطوة تأخرت تاني ما إحنا يحصل متأخرة لكن خلاص مدام الكل اتفق عليها أنتوا قادر يا جماعة مطالبة اتحاد الكرة بالعمل على إيجاد بديل فيما لو تعرضت تقنية فار للتوقف لأسباب خارجة عن إرادة الجميع وذلك لضمان استمرار تطبيق التقنية بالملاعب إيه اللي حصل في القصة دي بقى؟ طيب أنتوا عارفين اللي فات اللي فات إيه؟ اللي فات إنه تقنية الفار كانت موجودة وبقالها هي موسم ونصف مصر والتقنية الفار اللجنة الخماسية دخلت وقالت إن هي هتعملها وقد كان عملتها اللجنة الثلاثية من قبل ما يتولى مسؤوليتها المهندس أحمد مجاهد كان طلع معنا هنا في مرة وقال دي فيها أخطاء كارثية فقلنا له إيه؟ قال فيها أخطاء كارثية ومش يازم نشرح فدلوقتي بقى هو رئيسا للجنة الثلاثية اللي بتدير الاتحاد فبقى قدامه الورق ومع القرارات فرح قال تعالوا بقى ندرس ونرجع العقود فكلف أحمد حسام عوض عضو اللجنة الثلاثية بأنه هم يدرسوا مع بعض القرارات واتكلموا معنا هنا من فترة أحمد حسام عوض بأنه في بعض المخالفات أو مش مخالفات مرضيش ينوي يتهم اللي فاتوا بحاجة لكن قال إنه فيه اتفاقات وبنود موجودة لكن لم تنفذ يعني عدد العربيات يعني تقنية التسلل في الفيديو وغيرها إن الحاجات مش موجودة فاحنا ما دفعناش إلا لما يرجعوا لنا أو لما ينفذوا الاتفاقات وإلا هيحصل لغط اللي حصل بعدها حكيت لكم عليه إنه بعد دلوقتي فيه مهلة آخر الشهر ده النهاردة يوم 25 يناير يعني بعد خمس ايام أو ست ايام تقريبا قد لا تجد ظار في الدوري المصري الممتاز لإنه الشركة نفسها عايزة فلوسها والاتحاد نفسه بيقول لهم مش هديكم فلوسكم إلا لما تنفذوا للاتفاقات طب هات فلوسه وإحنا ننفذ أو نفذ وندفع فبقى فيه خلاف إلا هيحصل بقى الأيام اللي جاية دي القصة دي عاملة توتر لإنه ماذا لو مرت الستة أيام بدون الاتفاق على تقنية الفار فالأندي قالت له طب ماشي ما عندناش مشكلة يغير شركات براحتك لكن أهم حاجة إن الفار ما يوقفش يوم قال لهم طب بصوا المشكلة عاملة إزاي فرح مفرجهم على العقود أو على المشاكل اللي هو شايف إن هي موجودة فقال لهم عندكم حل كلهم سكتوا ما حدش قدم حل قال لهم عشان كده أنا بدور على حل علشان ما ينفعش إن أنا أحط الاتحاد في أزمة إدارية لو أنا كملت الاتفاق بالشكل اللي فيه خلل من وجهة نظر الاتحاد عايز أقول حاجة في القصة دي هو مهم جدا إن الفار يستمر الموضوع عامل زي إيه بالزبط كده زي إنك مثلا تتعود على إنك بتدرس أو بتتعلم مثلا حاجة في لفل معين بدراسة معينة بثقافة معينة وفجأة تتحرم من الثقافة دي وفجأة تلافسك ما بقاش مع عندك أي معلومات هي بالزبط كده إنك تلعب بالفار وتشتغل على إن لو فيه أخطاء تحكمية بعيدا عن أن الأندية حتى في وجود البار بتعترض لكن إنك تتعود إنه بقى فيه أخطاء فتلاقي فيه حد يعدلها فجأة تشل منك التعديل ده فتلاقي نفسك رجعت هتحس فجأة إنك رجعت السنوات ورا قوي لو من هي سنة ونص لكن هتستغرب هتحس إنه الدنيا حصل فيها اهتزاز عشان كده مهم جدا إنه الست يام دي وهي أعتقد مش كافية لو ما بقاش في فار في الشركة دي بتم التعقد مع الشركة اللي بعدها علشان نوفر التقنيات وإن كان صعبا أن تبدأ وتتفق وتصل خلال ستة أيام يعني لكن أنا بالنسبة لها تبقى أزمة لو البار تلغى فالأندية قالت كده الاتحاد قال لهم أنا بحاول أنا كمان عندي هنا في القصة دي مشكلة أو يعني تعليق يعني في القصة دي أحمد حسام عوض هو المسؤول عن ملف البار لكن هو مجرد عرض القصة وقال لهم المميزات والسلبيات لإتمام أو عدم إكمال تقنية البار فطبعا الناس النهاردة شايف الناس عملا تقول له أنت آه طبعا عايز تلغي البار عشان أنت أهلاوي فبالتالي الأهلي مش عايز البار وبالتالي أنت مع الأهلي أكتر المستفيدين من البار يعني من عدم وجود البار في لقطات يعني أو في تصريحات جماهيرية لكنها غير منطقية هو مش هو المسؤول هو مجرد بيدرس والموضوع بيتحول للوزارة والموضوع بيتحول لجهات رقابية موجودة بشكل دائم في الاتحاد المصري لكرة القدم ترجمة نانسي قنقر